تراجعت الأرباح المجمعة للشركات العقرية الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 5.3% بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتبلغ حوالي 4 مليارات و 800 مليون درهام إماراتي دعونا نتعرف على أداء القطاع العقاري في سوق دبي منذ بداية هذا العام ومقارنته بأداء المؤشر لاحظوا تقريبا شبه تقارب بأداء المؤشر سوق دبي وأداء مؤشر القطاع العقاري لا سيما في شهر مارس وأوائل كذلك شهر نيسان إبريل نتحدث ثانيا مشاهدين عن الأرباح التي ذكرتها قبل قليل لاحظوا هذه الأرباح المجمعة كانت في النصف الأول من العام الماضي عند 5 مليارات 140 مليون درهام الآن في النصف الأول من هذا العام نتحدث عن 4 مليارات 870 مليون درهام يعني تراجعات 5.3 بالمئة لنذهب أيضا إلى الحديث عن نسب الشركات العقارية من هذه الأرباح لاحظوا من الأكبر أكبر نسبة تذهب إلى دماك وليس إلى إعمار هذه الشركة الكبيرة دماك 44.3 بالمئة هي نسبة الأرباح منها 37.5 بالمئة تعود إلى إعمار العقارية أما إعمار مورز 14.4 بالمئة ديار للتطوير 2.4 بالمئة الاتحاد العقارية مشاهدين 0.8 والدريك أنسكال التي تراجعت أرباحها أيضا خلال نصف الأول من هذا العام نراها فقط 0.6 بالمئة أما رابطك هي الوحيدة الشركة العقارية أو الشركة الإنشاءات التي سجلت خسائر في النصف الأول من هذا العام بين الشركات المدرجة في سوق دبي نتحدث أيضا عن أداء القطاع العقاري حسب أكبر الشركات إدادا والأكبر نحيط القيمة السوقية وكذلك الأكبر ربحية أيضا الأكبر ربحية تعود إلى دماك مليارين وستمائة مليون درهم في النصف الأول من هذا العام لكن أكبر الإدادات تبقى للشركة الكبرى إعمار 6 مليارات ونصف المليار درهم في حين القيمة السوقية كما هو معروف تبقى أيضا لإعمار العقارية بـ 52 مليار و900 مليون درهم ماذا عن ربحية هذه الأسهم في النصف الأول من العام الحالي؟ بنهاية النصف الأول بالتحديد نبدأ مع دماك ربحية السهم تقريبا 48 فلس إعمار 31 فلس إعمار مول 6.5 فلس أما ديار التطوير حوالي 2.4 فلس ونصف الفلس الاتحاد العقارية 1.3 أما ربط خسائر بـ 22 فلس هذه بالنسبة لربحية السهم ماذا عن مكرر الربحية لهذه الأسهم؟ مشاهدين أبدأ بـ دماك حوالي 5.3 مرات ديار 13.9 مرة إعمار 14 مرة الاتحاد العقارية 19.6 دريك أندسكال 22.6 وإعمار مولز لاحظ هذه النسبة 25 مرة نتحدث الآن عن المشاريع قيد التطوير لهذه الشركات ومشاهدينها كقيمة أبدأ بأعمار العقارية لديها 42 مليار و900 مليون درهم مشاريع قيد التطوير دماك بحوالي 7 مليارات ونصف المليار ديار لتطوير حوالي مليار و600 مليون درهم الاتحاد العقارية 558 مليون درهم أما أربطك ودريك أندسكال مشاهدين بالتحريد أربطك 54 مليون درهم بالرغم أنه بالبيانة الصحية من الشركة تحدثت عن مشاريع قيد التطوير بـ 20 مليار درهم إماراتي لكن حسب الميزانية هناك 54 مليون درهم مشاريع قيد التطوير الأمر ينطبق كذلك على دريك أندسكال 19 مليون درهم مشاريع قيد التطوير حسب ميزانية الشركة